السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كده يرين لباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير توحشتكم بزاف والنهاردة معايا موضوعين مهمين جدا كما العادة من كوكب لالا هنشوف الاول فيديو وبعد كده هنشوف مقال على جريدة الشروق في تناقض كبير جدا كالعادة بيبين قد ايه هما بيعترفوا بنفسهم بقوة المملكة المغربية يعني هما في كل يوم في الصحافة والاعلام عندهم بيقولوا انه المغرب ليس بالقوة اللي هو بيظهرها وانه المغرب عنده مشاكل وانه المغرب وش قوي ولا حاجة وانه دي الدعاءات وانه اللي بيشهدوا بقوة المغرب كلهم الناس واخدين فلوس من نخزن لكن هما هيعترفوا في المقال ده كما اعترفوا في المقالات السابقة انه المغرب في منتهى القوة وهنشوف مع بعض الاول تعالوا نشوف الفيديو المفاجئة ده في تنجا تنجا اسمه تنجي عجي القرجي الله أكبر عليك شفتوا المنطق هو ده المنطق ولا مش هو الراجل يا جماعة عايز يقول انه تنجا تأتي من تنجي غي طب خلاص باريس جاية من يا راجل ياسيس في مصر هنا كلمة دي حمل قوله في مصر يبقى باريس دي أكيد وصلها مصرية طيب مثلا اسكندرية جاية من تركيا على نفس الوزن يبقى اسكندرية بتاع التركيا انت اي حكايتك باك يعني ساعتك كمان تنجا طلعت جزائرية راجل ابو ودان ده جماعة قبل كده قال بلاوي سودا يعني انا ممكن اطلع لكم لي فيديوهات قديمة مش عايز اقول لكم كان بيقول فيها ايه عالمغرب وعالمغربة انما هو الراجل دلوقتي شايف انه كدن تنجا تقتل من كلمة للجغي اذا بحسبة بيرما تطلع في الاخذ من تنجا جزائرية من طف النور؟ هو فيه ايه؟ ده هم عملوا مدينة اسمها الضر البيضاء انتم متخيلين احنا وصلنا لها جماعة انه هم عملوا مدينة اسمها مدينة الضر البيضاء مش مهم طب متغيروا العالم بتاعكم تخيلوا لون احمر وعالينك بخضرة وتسمو نفسوكو المغرب اه دي كلمة المغرب بالضغم صحيح هيتسموه نفسوهم المردوك عشان هم بيحبوش كلمة المغرب متعويبة دايما ما علينا يعني فالراجل ده طلع بقالك نظرية ايه هو اللي اخترعها بودانه دي اخترع النظرية بتقول انه مدينة تنزل تقتل من هكذا اذا احنا لو مشينا على المبدأ ده هنلاقي باريس جاية من مغناطيس يبقى ممكن تبقى باريس اي بتاعت اي دولة عربية نمشي كده على طول ندور على اي مدينة نمشي نشوف سبه افل لغات التانية يبقى بتاعت البلد التانية على طول حاجة بنتعق الله يكون فعون المغربة انا عدت سنين ما كنتش عرف الحاجات دي يعني كنت متكلم على المغرب بغني للمغرب انما الصراحة ما كنتش اعرف العمق اللي الموضوع واصله بالطريقة دي والله ربنا يكون فعون المغربة والله العظيم انا شوفت السنتين ما اعلم بيوم اللي ربنا لما بالك المغربي اللي عايش من هو صغير شاف واحد كلهم يطلع اقول له الزلز جزائري مدينة تانزة على وزن الجديد تبقى جزائرية ويعمله مدينة اسمها الدر البيضاء والمحمدية في اي يا جماعة فربنا يكون فعون اللي تولد يعاني في المغرب شافت هذه العينه ده انا بعيده ويعاني بجد يعني بعاني لنا الله والله في كوكب لالا انا احصت الصغير انا اههههههههههههههههههههههههههه نيجى بقى للمقال اللي على جارت الشروق احنا كلنا كنا بنقول انه المغرب قوي جدي وكنا بنشيد بالمخابرات المغربية وأنا يام عملت فيديوهات من سنتين كده بتتكلم عن قدرات الأمن المغربي وقدرات المخابرات المغربية وإزاي المخابرات المغربية بتقدر أنها تأمن دول في أوروبا وأن الدول الأوروبا بتستعين بيها صح؟ تمام وتلعوا قالوا علي وعلى كل اللي بيقول نفس الكلام ده أننا وقدم فلوس من المغزن وأنه الكلام ده مش حقيقي وأنه احنا بنغير في الحقيقة تمام؟ بعد كده جاد قطر نظمة كاس العالم وجابوا الأمن المغربي هو ليه أمنهم قلنا أيضا أن المخابرات المغربية والأمن المغربي في منتهى القوة تلعوا أيضا قالوا أننا وقدم فلوس من المغزن لا حلول قطر إلا بالله يمهل ولا يهمل وعدنا أيضا المرحلة دي دلوقتي بقى هم اللي قايلين بنفسهم كده في مقال عندهم شوف يا بشا ده المقال يا حبيبي شايف أنا البست أحمر من كتر ما أنا تعيبت ده المقال المقال بيقول أنه المخابرات أنه أسبانيا توصلت أنه المخابرات المغربية جندت بنت بسوا العنوان يعني معناه أن المخابرات المغربية تعمقت ودخلت في جذور أسبانيا وقدرت أنها تجند ناس موجودين في أسبانيا في مراكز حساسة أو في مناصب حساسة وأولادهم يعني اللي هم موجودين في مناصب حساسة أو أولاد ناس موجودين في مناصب حساسة وفي نفس الوقت برضو كل شوية يطلع حد في كوكب لارا يقولك أنه المغربة يتجسسوا علينا ويعرفوا يسمعوا تليفوناتنا ويقوموا بكلماتنا حسنا أنت منين يا باشا شايف أنه الأمن المغربي ليس قوي والمخابرات المغربية ليس قوي والمخابرات المغربية لا تستطيع تعمل حاجة وأننا كلنا نروج لشائعات وانت بنفسك وبلسانك وبخط إيدك كاتب أنه المغرب قدر أنه يجند بنت شخصية مهمة جدا في أسبانيا إزاي بك؟ وإذنك من أنني جاه أقول لعمل لنبل أنا عايزة أفهم يعقلوا كلمة انت إزاي بتقول في أخبارك الكلام اللي بيبرهن ويبين ويثبت أنه المخابرات المغربية في منطقة القوة وأنه الأمن المغربي في منطقة القوة وفي نفس الوقت بتقولي أنه المخابرات المغربية مش قوية وأنه الأمن المغربي مش قوي وأن اللي بيقولك هذا واخذ الاسم من المغزن قولي أو أنتوا يقولوا لي يا مغرب عشان أنا تعبان أنا دلوقتي تعبان جدا حد يقولي المقال بيقوله نصا أنه المخابرات المغربية استطعت أنها تجند فتاة بنت شخصية مرموقة أو مهمة في أسبانيا فتخيل أنت أنه صحافة وإعلام بينكروا قوة المملكة المغربية وقوة الأمن المغربي وقوة المخابرات المغربية وهم اللي بنفسهم يذيعوا خبر زي ده سواء كان صح أو غلط بس هو بيؤكد لو هو صح فهو بيؤكد قدرات عملاقة للمخابرات المغربية وقدرات رائعة للمخابرات المغربية وكما قبل كده يتلعوا يقول لك نحن نحن أن المخابرات المغربية تسمع عن مكلمات بتاعتنا في بيوتنا هذا يعني أنهم أقوية يا ابني أنت تقول أنك أنت القوة الضاربة لو أنت القوة الضاربة إذا لم تقدر توقف حد أن يسمع التليفون اللي في بيتك وهو مش من بلدك ده مخابرات مغربية فأنت بتؤكد بكلامك قوة الحتة المكرمشة في التشارة دي مجننانة عمود معيني لسه كوي المهم فالمخابرات المغربية أنت بتؤكد بكلامك وبلسانك أنها في منتهى القوة وبالأخبار اللي أنت بنفسك بتنشرها يا أستاذ زلوحة ارحموني بقى كان الله في عون المغربة فيما يحدث لهم وما يرونه في هذه المقالات وفي الإعلام والصحافة اللي من كوكب لالا يوميا بصراحة يعني حاجة صعبة جدا ولنا الله والله في كوكب لالا شكرا لكم وأشكركم مرة أخرى في نهاية الفيديو مستني بقى تعليقاتكم على الموضعين أول موضوع أنه تنزع على الوزن الجادة من هوبا ايه 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 يبقى جزائري الكلام اللي الراجل أبو ودن ده طلع لهن وراجل أبو ودن ده أنا مش عارف الصراحة هو لحد اللقتي بيطلع بقاني وش ده قبل كده قال كلام زي ما قلت لكم لو تبعت وكده ملفاته من زمان يعني مش عايز أقول لكم قال ايه والموضوع الثاني وهو ان المخابرات المغربية بتتجسس على بن شعرف مين وخدت مين والمخابرات المغربية سيطرت على مين وفي نفس الوقت يقولون ان المخابرات المغربية مش قوية والأمن المغربي مش قوي بس الأمن المغربي قدر انه يتجند واحد بس الأمن المغربي مش قوي والمخابرات المغربية قدرت نتجند واحد بس المخابرات المغربية مش قوي والمخابرات المغربية بتتجسس على مقالبات التليفون بتاعتنا بس المخابرات المغربية مش قوية لا حول ولا قوة إلا بالله لنا الله والله في كوكب لالا اللي لسه جديد في القناة ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد شكرا جزيلا على كل تعليق بتكتبوه تعليقاتك فوق راسي من فوق وأنا كان بغيكم بزاف حافظ الله مصر وحافظ الله المغرب ولنا الله والله في كوكب لالا والسلام عليكم شكرا جزيلا